قال رئيس رابطة امراض الكلة الدكتور تركي الاعتبي ان عدد مرضى الغسيل الكلوي في البلاد يبلغ نحو 2170 مريضا مبينا ان نسبة زيادة مثل هذه الحالات تصل الى 8% سنويا قياسا الى العدد الكلي للمصابين وحذر من تزايد معدلات الاصابة بامراض الكلة مشددا على اهمية التشجيع على الفحص الدوري ومؤكدا اهمية مضاعفة الجهود التوعوية للوقاية والحد من زيادة اعداد المرضى ومن المضاعفات الصحية الخطيرة المترتبة على ذلك ومن الاثار الاجتماعية التي تقع على عاتق الاسر اضافة الى التكلفة الباهظة على الدولة